أكد وزير الممارد المائية والرأي هاني سويلم ضرورة الحاجة لتركيز الاهتمام على مياه والتعاون في إدارة المياه المشتركة كعنصر أساسي في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي وخلال كلمته في جلسة مبادرة فريق أوروبا توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة في إفريقيا أوضح سويلم أنه لا يمكن تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 بدون الإدارة المستدامة للمياه المشتركة مؤكدا أن تحقيق أهداف القارة بشأن طلبية على المياه والتنصيق الفعال والتعاون أمر بالغ الأهمية لتحسين إدارة المياه ترجمة نانسي قنقر